بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم اتمنى من الله لكم تكونوا بخير طبعا انتوا عارفين عني شغل الهند ميد شغل المطبخ طبعا انا بعمله برضو بس يعني مش بنزله كتير في التشانيل بتاعتي بس انا معروفة بالنسبة لكم بشغل الهند ميد يمكن انتوا تعرفوا المرة دي او النهار ده من خلال الفيديو دوت ان انا كمان بشتغل في الجلد الطبيعي الجلد الطبيعي جماعة شغله ممتع جدا 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 وبيطلع طقات فنية عالية قوي في البني ادم يكفي انك بتكون قاعد مركز في حاجة وبتحاول انك تبدع فيها البرتفيه دوت عبارة عن جلد كواري مع جلد حور اتنين مع بعض اللي تحت ده حور واللي فوق كواري بيستخدمها في تقنية الدق والتلوين والحرق طبعا ممكن يتنفذ بحروف كتير قوي ممكن يتنفذ بأي رسمة انتوا عاوزينها يعني يعني دي حورية شخصية كل واحد بينفذ الرسمة اللي هو حبيبها واللي هو عاوزها وبيستخدم التجنيك اللي هو عايزه بالنسبة للشكل النهائي للبرتفيه زي ما انت شايفينه ده عبارة عن حرف اس ومعمول فيه دق في النص ورق شجر هو كله على الحرف دق انه جمره في جاعة قوي 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 اللي محددة شكل الحرف وفي النص ورق شجر وفيه وردتين مرسومين فيه برضو على الحرف بتاع البرتفيه انا عاملة دق اهوة واضح اويو بالنسبة لنا الدق على قد ما هو بيجيب صدع بس على قد طبيعي بيجيب صدع لان هو انت بتدق بشاكوش واضح من اسمه انك انت بتدق طبعا دق بس فعلا بيدي نتيجة جميلة جدا في النهاية اتمنى البرتفيه يكون اعجبكم ولايك سبسكرايب وجرس وبحبوه كتير فعلا